السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أليه وصحبه أجمعين في فيديو النهاردة هناخد إيميل بعنوان روك بول إيكو سيستم يعني النظام البيئي لبركة مياه صخرية طبعا كده شكل الإيميل بنكتب تو فروم سبجيكت تو يعني إلى عنوان إيميل المرسل إليه فروم يعني من عنوان إيميل الراسل ويسبجيكت اسم الموضوع اللي هنكون عن الجمل ويدير عزيزي أو عزيزتي ويسم المرسل إليه وبعد كده جملة افتتاحية هاوريو مثلا عندنا أكتر من جملة وفي الآخر بنكتب يورز أو وفي الآخر خالص اسم الراسل وممكن بقى نعمل إيه لو الموضوع ده هجالي في شكل باراغراف يبقى هنبدأ من عند زي روك بول يعني الجمل اللي احنا مكوننها دي يتنفع إيميل أو باراغراف إيه الفرق بالاتنين في الإيميل بنكتب الحاجات دي كلها لكن في الباراغراف هنبدأ من أول الجمل على طول من أول الجمل من أول هنا لعندي هنا يعني الموضوع لو جالي في شكل باراغراف هبدأ من عند زي روك بول كل الجمل ده هكتبها لعندي هنا طب لو إيميل بنكتب بقى كل الحاجات دي كده وطبعا الأسماء بتختلف من إيميل لأخر على حسب اللي هيجيلي في الامتحان هنعتبر ان ده إيميل هنقول عندنا رأس إيميل طبعا من استخرج منه كل حاجة أنا أريد أن أخبرك عن النظام البيئي اللي بركت مياه صخرية ده كله كده بنكتبه في الإيميل طيب لو باراغراف هنكتب من أول هنا يعني بركت المياه الصخرية عبارة عن منطقة صغيرة وفوطر من المياه زات الصخور اللي بها الصخور يعني يعني بها أشياء حية أو كائنات حية زي إيه بقى يعني يعني يوجد كبوريا فش سمك يعني أعشاب بحرية أو طحولب يعني هم يكونوا أشياء مزهلة وبعد كده يورز وبعد كده آدل اللي هو الراسل أو المرسل اللي بقىت الإيميل يعني يبقى احنا كده عملنا إيميل أو باراغراف عن النظام البيئي لبركة مياه صخرية ده بقى يزين موضوع معين اكتبوهلي في الكومينت أسابكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر